هنا سؤال ما هو المنهج السلفي وما هي فائدة منهج السلفي الكلام فيه باختصار أنه منهج الإسلام الصافي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة أنا خير سلف لك أنا خير سلف لك فالسلف هم الذين يسبقونك هم الذين يسبقونك فمن سبقنا بالإسلام الصافي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فهؤلاء سلفنا فنحن ننتمي إليهم بفهم القرآن وفهم السنة وباتباع القرآن وباتباع السنة وبمسائل العقائد والفقه والتفسير وووووو فأنسب نفسي إلى السلف فأقول أنا سلفي فهي ليست حزبا ولا تكتلا ولا تجمعا وإنما هي الإسلام الصافي ما هو الإسلام الصافي؟ كتاب وسنة وأن تفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تختصر هذه العبارة بقولك أنا سلفي وسمعت بعض الإخوة المستشكلين يقول هذه تزكية والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كأخي جزاك الله خير هذه ليست بتزكية هذا وصف فأنت مسلم فهل هذا تزكية؟ تقول أنا لست بمسلم؟ أنت مؤمن هل هذا تزكية؟ مؤمن أي ضد الكافر ومسلم أي ضد الكافر وسلفي أي ضد المبتدع فأنا لا أزكي نفسي ولا أمدح نفسي الأمر الثالث هل أنت سني أم شيعي؟ تقول أنا سني طب إذا نسبت نفسك إلى السنة هل هذا مدح؟ هل هذا تزكية؟ أم هذا وصف حتى تتميز عن الشيعي؟ وسمعت أيضا بعض المعاصرين يقول هذه فرقة ولا نحتاج الله يقول هو سماكم المسلمين سماكم المسلمين هذه التسمية الأصل فأنا لم أتنازل عن هذه التسمية أنا مسلم لكن أنت مسلم سني أم شيعي؟ ستقول سني طب هل الورد في القرآن أو السنة سني؟ إذن لماذا قلت سني؟ لأن هذا وصف ميزك عن الشيعة طيب سني من أهل الحديث تتبع السلف أم سني تتبع الخلف مثل الأشاعر والمتوردية؟ فتقول لا أنا سني أتبع السلف إذن أنت سلفي إذن هذا وصف وليس حزبا ولا تكتلا ولا مدحا فهذا هو والله الهادي